حتى كان موجود في عصر محمد صلى الله عليه وسلم والسنة لكن في فرق لما يجاهر بس اشتخل هذا لا ما خص هذا دخله نفسه في فرق لما يجاهر بالمنكر وهذا دار دعامة وهذا دور خمر وفي فرق لما شيء يكون بالخفاء الخفاء كان موجود حتى في عصر محمد هذه البلاد الحمد لله عزيزك كريم بلاد طاهرة وبلاد الحرمين لكن اشتخل بس اشتخل مبايض المرأة لا لا احنا يهمنا رأيك اش دخل مبايض المرأة وانه هو ممكن يؤثر على مبايضها وفي نفس الوقت انه ممكن يزيد نسب الطلاق لانه حضرتك اسمع لي احد من الشيوخ قال ذلك لكن حضرتك قلت انه قيادة المرأة للسيارة بتزيد نسب الطلاق طيب ما دول الخليجي المرأة بتقود سواء محجبة وغير محجبة منقبة وغير منقبة ما لا علاقة بالنسب الطلاق الطلاق في كل مكان في العالم بيزيد والمرأة حضرتك سألكيني انتي انا برد عليك انا المقصود بذلك انا اقصد ان المرأة ستضيح حقوقها منقلك انا انقلت دورات اجتماعية واسرية في دولة الكويت وفي الامارات وفي قطر وفي البحرين وهي دوء وهي بلاد فيها قيادة السيارات النساء هناك اش تكون يقولون يا دكتور يا غاز الشمر يا اخونا نحن لما انقذنا السيارة وعملنا ازواجنا صاروا يعتمدون علينا اعتماد كلي والله انتم في السعودية وبخير نساكم ملكات قلت لماذا يا بناتي قالت انا التي اذهب بالاولاد للمدرسة انا التي يعالج اذا مريض احت في المستشفى انا التي اصرف على البيت انا اصبح دوري في البيت مجرد اني امرأة فتقول بالعكس لما اكون معززة مكرمة زوجي الذي اخذ هذا المستشفى هو الذي يذهب بنا الى السوق اشعر بانوثتي فتقول انا هذا هدفي لانه انا اعرف نساء السعوديات نساء ما يرح يتحملون هذا الشيء ولذلك لماذا في الكويت الان يعني الطلاق انتشر في الدول الخليجية في كل مكان انا اقول لك هذا الشبر انا سأظلم المرأة انا بنفسي ارى اني سأظلم المرأة لما اجعلها تقود لانها سوف تتنازل عن حقوق كثيرة لها بدأ وخلاص يعتمد عليها سيد غازي لا لا احنا ما قلنا ان حضرتك ضد المرأة احنا كمان نهمنا نحترم كل الاراء ايا كانت معاها يعني سواء كانت في ناس معاها او ضدها بس خليني يعني اسألك شيء اخر السيدات اللي بيقولوا انه لو كان عندنا لو كنا نسوق السيارة زوجنا هيتنازل عن المسئولية طب في العديد من السيدات اللي ما عندهم احد مسؤول عنهم اللي ما عندها من يوديها مشاورها في السعودية في سيدات ما عندها احد يعني تضطر تلجأ للسائق اللي هو غير محلل وجوده معها في السيارة وفي بعض السيدات حتى ما عندها القدرة انها تجيب سائق وبيصير احيانا في تحرش ببعض السيدات لماذا لا نحن بما اننا نحن دولة قوية ودولة بترولية ودولة كريمة لماذا لا انا وانت والاختفتون نطالب الجهات المعنية بتسريع ما يسمى بالقطار والنقل العام وسوف يريحني انا ايضا كرجل ويريحني انتي طيب ماذا يعارض يعني اش المشكلة لما يكون فيه نقل عام ويكون فيه سيدات حبة تقود السيارة نسمح لها بالقيادة يعني طبعا مش احنا بس القانون انا ردك عليك الآن المشكلة انت رأيتي المنظرة اللي صار قبل يوم في جدة وقبله في الظهران ونحن يا اخت الكريمة عندنا للأسف تقولين لماذا لا يسير قانون تحرش وكذا عندنا شباب الآن المخدرات والمسكرات وعندنا اطفال يقودون دون حتى سن البلوغ والمرأة بطبيعتها والله ما تتحمل وربما تتعرض للتحرش والاذاء ونحو ذلك هذا ايضا جانب من الجوانب التي تجعلنا نفاف على المرأة من قطاع الطرق من الشباب والرجال الذين لا يخافون في الله في هذه المرأة هذا جانب من الجوانب التي نخاف على المرأة ايضا اختي الكريمة ما اكتبك سر المرأة نحتاج نوفر وظائف جديدة طيب استاذ غازي في المرور لو صار عندها بنشر نحتاج سيد غازي عندنا بطالة الان مليون ونص عاطل من الشباب ما يجدون وظيفة طيب سيد غازي حضرتك بتتكلم عن التحرش انه ممكن يزيد التحرش اكتر من كام يوم عرضنا في البرنامج وفي اليوتيوب انتشر في كل مكان انه فيه كان تحرش صار بسيدات مع انهم كانوا بكامل حجابهم وكانوا طالعين من السوق في الظهر بتوجهين لسيارتهم اللي هي يسوقها السائق وتحرشوا فيهم شباب يعني ما لها علاقة تحرش بالمرأة بالعكس اذا قادت سيارتها وهي جوه السيارة تقدر تحمي نفسها أحسن مما تكون في الشارع ما شاء الوحدها لا لا تطيع تحمي نفسها اسألي رجال لم يكون القانون يحميها لم يكون القانون يحميها ليش ما في دول الخليج تحرش في بعض الدول المنصوص فيها نصوص تحمل مرأة من التحرش وتعاقب المتحرش بها مو هذا أفضل يكون في قانون حتى يحمي المرأة من التحرش؟ يحمي المرأة ولذلك نحن نقول الوقاية خير من العلاج وداء المفاسد منقدم على جلب المصال فنحن نريد أن ندرى هذا المفاسد من الأساس ولا نفتح لنا مجال مندم عليه والله يا أختي الكريمة لو نعلم علم اليقين أن في قيادة المرأة وولاة الأمر والعلماء ووزارة الداخلية هنا في هذه البلاد الطيبة لو تعلم علم اليقين أنه في خير الآن لقيادة المرأة للسيارة فلنحن أول من يبادل أنا أقول لا نريد أن نتعجل على هذه القضية يعني لا نريد أن نتعجل على هذه القضية حتى ينضج المجتمع حتى نستوعب الأمر حتى ننظر الأولويات ناقشة حق الأرامل حق المطلقات المعظولات ثم بعد ذلك لما نشعر أننا قضينا على القضايا المهمة الأساسية أنا معك والله تجديني أول المؤيدين لقيادة المرأة بعد ذلك لما نقضي على جميع القضايا الأولويات أستاذ غازي عفوا المقاطعة بس يعني خلينا نكون واقعيين كمان في قضايا وأمور أخرى تهم المرأة الحصول عليها يعني الحصول على حقوقها فيها وفي قضايا تهم المجتمع وتهم الطفل وتهم الرجل وتهم كل فئة من المجتمع ما هو يعني اللي يعمل العارض أو يعمل المشكلة بين أن المرأة تحصل على هذا الحقيق يعني السنة فيها 12 شهر إذا كل شهر طالبت بأكثر من حق ليها وعملت على حصولها على هذه الحقوق ماذا يمنع أن تحصل على حقها في قيادة المرأة زي أي مرأة في العالم أنت كمرأة أنت كمرأة أنت كمرأة أنت كمرأة أيهما أولى أنني أطالب لك بمشتشفى خاص تولد فيه بحرية وسوق خاص نسائلك ولا تقودين السيارة أيهما الأولى بنظرك الآن بنظرك أنت الآن يا أخت كريمة المستشفيات عندنا المستشفيات عندنا سلوى شاكر ظهرت في قنواتكم قناة روتانا خليجية وهي مذيعة سعودية قالت وهي عمرها تعدى الخمسين والستين من قواعد من النشاء ومع ذلك تقول ما سلمنا من التحرش وهي تقول نحن في مكاتب ربما ليست مختلطة وهي في روتانا خرجت وهي مذيعة السعودية قالت ما سلمنا من ارتزاز الرجالي أنتم ما أدري وشتبغون من الرجال أيضا ابتعدوا هذه واحدة تشاهد منكم قالت نحن تأذين من الرجال يا بنتي يا أخت الكريمة والله وتالله وبالله أن المرأة إذا صارت بجوار الرجل وقادت بجواره لترين مصايم ما يعلم بها الله عز وجل هل تعتقد أستاذ غازي هل تعتقد دول الخليج كلها المرأة تقود السيارة في دول خليج الإمارات البحرين قطر كل دول الخليج تقود المرأة فيها السيارة وبكامل حجابها وحشمتها سواء كانت محجبة أو غير محجبة هل تعتقد أنه عندهم فساد بسبب قيادة المرأة والله يا أخت الكريمة إن الله يسألني عنها يوم القيامة يوم القف بين يديه أنهم يتعرضون للأذى والتحرش هل يعني ذلك أن المرأة السعودية لا تتعرض للتحرش في السعودية لا تتعرض لكن في فرق لما تتعرض يعني يعني ونحن نهيّنها التعرض للفرق لما نحن نساعدها على عدم التعرض نحن الإنسان يتعرض وهو في بيتي ربما لكن يا أخت الكريمة في نساء ولكن القانون يا بنتي بكراً لو تزعلين على زوجك ولا على أخوك ولا على والدك شغلت سيارتك وما ردت إلا 500 كيلو ذهبت للسوق ذهبت للبحر اشتكاتي لفنان وعلان المرأة بطبيعاتها الفيسولوجية التي خلقها الله بس المرأة عاقلة بس المرأة عاقلة هي الأم والأخت والبنت تستحق الثقة يا بنتي الله عز وجل لما جعل القوامة عند الرجل لأن العقل عند الرجل أكثر من العاقصة عند المرأة المرأة إذا غضبت الرسول قال إذا غارت لا تبصروا أسفل الوادي من العلاق بس هي ممكن تغضب في السعودية وتخرج من البيت عليه الصلاة والسلام بس هي ممكن تغضب وتخرج من البيت بدون ما تقود السيارة كمان لا يا أخت الكريمة أنا أقول لا نريد أننا نجعل همنا أرجوك الآن نحن في هذا البلاد الوزارة الداخلية أصدرت قرار أنا أريد أن أقولك نصف جدا وأخدم وزارة الداخلية قالت قرارها وأتمنى من أختي هتون وأختي هالة دوشري وجميع البنات الطيبات الشريفات في هذا البلد المعطى أنهم يشتجيبون لأوامل وزارة الداخلية لا 31 نوفمبر ولا غيره الدولة متى ما شعرت أننا مهيئين نحن الحمد لله في بنات تحكم شرع الله وهم يعني بإبن الله أدرى بمصالحهم مني ومنك ومن هيلكلونك ولا غيره من الدول التي ربما تضغط على بعض مناتنا اسمعي هم أدرى متى ما شعر أنا أولهم لو قال وزير الداخلية لأنه أنا أنا مبايع الملك عبدالله وأنا واهل ودنيا كلنا مبايع الملك عبدالله يحفظوا كلنا مع القانون السعودي مع الأسرة المالكة طبعا ومع أهمنا السعودية كلنا مع أهمنا السعودية آخر أخر مقطة بس بيان وزارة الداخلية لم يمنع القيادة منع التحشد منع أن يكون في مجموعة من السيدات منع المضاوهات سلامتك أنت ما تتابعا إذن الإعلام طلع من الغد منصور التركي وقال كلمة اللواء منصور التركي في عقوبة طبعا اللواء قال ممنوع المقصود ممنوع قيادة المرأة للنساء بتاتا قال بهذا الكلام ارجعي واسألي زملائك ويخبرونك بذلك أهوة قال الخبر في بداية الحلقة طيب شكرا لك أستاذ غازي الشمري على هذه المداخلة أستاذ هاتون أو دكتورة هاتون ما تعليقك على ما سمعته؟ والله من فين أبدأ بس لكن هناك الكثير من النقاط اللي يعني استوقفتني مع الأستاذ غازي الشمري لكن أنا خليني لأنه يعني كل كلام اللي طرحوا واللي عليه ملاحظات سبق إني تكلمت عنه يعني فنته في مقالاتي المختلفة والكثير يعني صار في حول حوار واتفاق لكن أنا أقول يعني أرد بجملة واحدة وهو أنه الموقف كله كل الخلاف هذا ينتهي عندما تكون القيادة اختياراً طيب أنا يعني أنا محد جابر محد جابر الأستاذ غازي أنه يطلع بناته ولا زوجاته ولا أهله يسوقه لكنه كمانا ما له شغل في غيره يعني المفروض أنه هذا الوطن هذا الوطن وطننا كله كلنا والمفروض أنه يتحملنا كلنا وكل واحد فينا وكل طرف فينا المفروض يحترم أنه احتياجاتي أنا غير احتياجات زوجاتك أو أهلك أو بناتك وأنت يعني لك رأي وأنا لي رأي لكن أنت ما تقعد لا تستعدي علي الدولة ولا تستعدي علي المجتمع ولا تقعد يعني تأول الدراسات الاجتماعية كما كما تجتهي أو أنك يعني تعتبر أنه المرأة كأن يعني مهيض الجناح اللي لا تستطيع أن تحمي نفسها بنفسها تحتاج إلى يعني جميل أنه يخاف عن المرأة يعني ومسألة الغيرة والكلام هذا يعني أحترمها جداً في الأستاذ غازي لكن أيضاً هذا ينفي من قدرة الناس أو يعني يعكس صورة سلبية أيضاً عن المرأة السعودية كأن المرأة دائماً أنها غير قادرة على أنها تتخذ قرارة بنفسها أو أنها تحمي نفسها بنفسها دكتورة هتون يعني إيش يعني إنسانا ما هي نعم؟ أعفاً اسمحي لي بسؤال أخير عن الموضوع بيان وزارة الداخلية من العديد من الأيام كان بيقول أنه ممنوع يعني أنه يكون فيه مظاهرة أو مجموعة من الفتيات يجتمعوا على موضوع قيادة المرأة أنه يكونوا خارج يعني مع بعض الآن بيقول أنه إحنا قلنا فول الحلقة الخبر اللي كان بيتكلم عن اللواء منصور التركي أنه هيكون فيه مخالفة لأي فتاة تقود السيارة هل هذا معناه أنه فيه منع لقيادة المرأة للسيارة نهائي في السعودية؟ والله هي المسألة قابلة يعني تعتمد على التأويل ما هي ما هي بهذه القطعية نظراً لأنه البيان يعني مش بيان الداخلية الرسمي اللي يوزع على كل الصحف هو اللي صدر يعني هذا تصريح عفوا 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 معلش تصريح يعني ممثل وزارة الداخلية وتشز يعني طبعاً يعتبر حاجة رسمية لكن أيضاً لا يعني أنه صار فيه تغير في قانون المرور قانون المرور ما زال لا ينص على منع المرأة من القيادة يعني رأيك؟ صار فيه عندنا دحينة الداخلية تخذت رأي لا بس فيه حاجة نقطة تانية يعني هو يعني البيان اللي طلعوا اللواء منصور التركي طبعاً يجعل يرمي الكرة في ملعب وزارة الداخلية بشكل مباشر وهي أنه هي اللي مسؤولة واللهية خلف منع قيادة المرأة للسيارة وليس المجتمع أو الدين أو العرف أو أي حاجة أخرى فهنا نحن نقف ونطالب في واقع في واقع الأمن نطالب لا إله إلا الله أنا ما أعرف به كيف أتعامل مع هذه التلفونات لا تأخذوني دكتورة هاتون هل يعني ذلك يعني عشان بس نختم بمعلومة أو كلام واضح هل يعني ذلك بعد هذه القرارات أو البيانات اللي أصدرت أو البيانات اللي أصدرت أنه ما فيه منع لقيادة المرأة أو إلا فيه منع نهائي لقيادة المرأة؟ خلينا نقولها إنها متروكة لكل يعني ما فيش عقوبة خلينا نقولك لا بس الخبر لما قرأته اليوم كان بيقول الخبر لما قرأته اليوم كان بيقول أنه في بعض العقوبات على المخالفات اللي حيقودوا سيارتهم يعني في بعضهم حيعاقبوا بغرامات تسحب السيارة تعهد على الليبن